الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والله صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وأدي الواجبات وبعض المستحبات الخفيفة السهلة وأترك المحرمات وبعض المكروهات ما الفرق بينه وبين الشيعي العظيم التشيع الذي يرى الدنيا مجرد ساحة امتحان لا يعير أي قيمة للدنيا هل يوجد بين المؤمن العادي والمؤمن العظيم الإيماني؟ فرق؟ لا فرق أنا إن شاء الله تعالى أدخل الجنة بشفاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنا المؤمن العادي المؤمن العظيم الإيمان أيضا يدخل إن شاء الله تعالى إلى الجنة بشفاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا فرق إن شاء الله كلنا من أهل الجنة لا فرق هذه كلمة هي شعار أجلكم الله التنابلة الكسالة نعم نعم توجد فوارق عظيمة بين المؤمن العادي والمؤمن العظيم فوارق وفوارق فوارق كثيرة وهي كبيرة عددا كثيرة حجما كبيرة فوارق أخروية عظيمة بل حتى فوارق دنيوية عظيمة دنيوية ولكنها عظيمة هذا الموضوع موضوع مهم جدا ولكن حديثنا ليس عن هذا الموضوع هذا مجرد مدخل إلى حديثنا حديثنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى عن إحدى الفوارق الكبيرة الدنيوية بين المؤمن العادي والمؤمن العظيم الإيمان رغم أنها فائدة دنيوية فارق دنيوي ولكن فارق دنيوي كبير ما هو هذا الفارق؟ الفارق وهو من الفوارق الدنيوية الكبيرة ناهيك عن الآخرة وهو أن الشيعي العادي الإيمان لا يرجع في الرجعة والشيعي العظيم الإيمان يرجع في الرجعة وما أعظم وما أجمل وأروح الرجعة 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 تعني أن هناك فئات من الناس يرجعون إلى الدنيا مرة أخرى هذا الموضوع موضوع مفصل جداً وهو موضوع معرفي مهم وموضوع شيق أيضاً تعلمون عامة البشر جل البشر يريدون أن يتطلعوا على مستقبل الدنيا هذا الشيء يحبه أكثر البشر لعله موضوع كبير جداً نمر على بعض النقاط مروراً سريعاً النقطة الأولى الرجعة من الغيب شيء مستقبلي الله سبحانه وتعالى أراد أن يرجع بعض الناس إلى الدنيا في المستقبل شيء مستقبلي إذن هو من الغيب من قال أن الله سبحانه وتعالى وتعلقت إرادته بالرجعة هذا الشيء قاله من أطلعهم الله سبحانه وتعالى على الغيب قاله من أعطاهم الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة قاله أناس لا ينطقون عن الهوى محمد وآل محمد صلى الله عليه الله سبحانه وتعالى هؤلاء هؤلاء يعرفون الله عز وجل أطلعهم على ما أراد في عشرات بل لعلي لا أبالغ إذا قلت في المئات من الأحاديث الشريفة بل قبل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو الله عز وجل أخبر عن إرادته تلك آيات في القرآن الكريم توجد في القرآن الكريم آية عن الرجعة بل آيات وآيات وآيات أذكر لكم بعضها بسرعة طبعا في كل آية آية تفاصيل الآية الأولى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين الذين لا يعتقدون بالرجعة يعتقدون بأن هناك موت واحد الإنسان في الدنيا يعيش يموت بعد ذلك تكون القيامة خلاص موت واحد في القرآن الكريم يصرح بأن الله عز وجل أمات هؤلاء مرتين ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين أين الموت الثاني إذا لم تكن هناك رجعة فأين الموت الثاني آية ثانية طبعا قلت في كل آية آية تفاصيل بسرعة أمر عليها آية ثانية وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حرام منع يعني منع الأمم التي أهلكت في الدنيا لا ترجع متى لا ترجع؟ في القيامة لا ترجع؟ في القيامة الكل يرجع إذن هذه الآيات تتحدث عن حشر آخر عن الرجعة هذه آية ثانية آية أخرى وهذه لعلها أوضح من تلك الآيات صريحة في أن الأنبياء يرجعون كل الأنبياء فالرجع يرجعون الآية المباركة التي توجنا بها الحديث وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه هذا أي يوم؟ بعد أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله الله أخذ ميثاقا عهدا على الأنبياء أنكم تؤمنون برسول الله صلى الله عليه وآله وتنصرونه في أي يوم هذا؟ كل الأنبياء كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وآله في الدنيا زمناً ظاهراً واضح جداً بعدما يأتي هذا الرسول المصدق لما معكم ثم جاءكم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه متى هذا يكون؟ في الرجع إذن الأنبياء ترجع لتؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وتنصر رسول الله ليس فقط تؤمن نصره ينصرون يقاتلون بين يدي نفس رسول الله أمير المؤمنين صلى الله عليه وآيات وآيات هذا الرقم الذي أقوله ليس مبالغ فيه عشرات من الآيات القرآنية تحدثت عن الرجعة نقطة ثانية متى تكون الرجعة؟ الرجعة بلا شك تكون بعد الظهور الشريف كم هي المدة؟ إجمالاً ما يستفاد من الروايات الشريفة أن الرجعة تكون أواخر حياة الإمام بقية الله الأعظم أروح العالمين له الفداء بداية الرجعة طبعاً تكون أواخر حياة الإمام هذا المقدار المعلوم إجمالاً بعد الظهور الشريف نقطة ثالثة حياة البشر بعد الرجعة كم تكون؟ سنة عشرة مائة لا حياة البشر في الدنيا على الأرض بعد الرجعة ستكون أضعاف مضاعفة لحياة البشر قبل الرجعة يعني منذ أن خلق الله آدم إلى بداية الرجعة كم سنة؟ مثلاً مثلاً لنقل مثلاً عشرين ألف سنة ثلاثين ألف سنة مثلاً فحياة البشر بعد الرجعة ستكون مئات الآلاف من السنوات أضعاف كثيرة بالنسبة إلى حياة البشر قبل الرجعة يعني في الواقع حياة البشر على الأرض أكثرها مثلاً أقول ثمانون بالمئة تسعون بالمئة منها هذا مجرد رقم طبعاً أقوله أكثر حياة البشر بعد الرجعة كل ما مضى من حياة البشر بالنسبة إلى حياة كل ما مضى من حياة البشر إلى بداية الرجعة بالنسبة إلى ما يكون بعد الرجعة شيء ضئيل نقطة رابعة من الذي يرجع في الرجعة؟ ومن هو أول من يرجع؟ القرآن الكريم صريح في أنه لا يرجع كل الناس الذي يرجع من الناس فئتان المؤمن الخالص الإيمان يرجع ليعيش حياة هنيئة طويلة بآلاف السنوات في الدنيا هذه الفئة الأولى والفئة الثانية الكافر الممحص في الكفر المجرمون الكبار هؤلاء يرجعون إلى الدنيا لينتقم منهم في الدنيا يعني في الواقع في الدنيا يوجد ثواب وعقاب قبل ثواب وعقاب الآخرة المؤمن الخالص الإيمان يرجع ليثاب في الدنيا غير ثوابه العظيم في الآخرة الكافر الممحص في الكفر المجرمون الكبار يرجعون إلى الدنيا لينتقم منهم في الدنيا قبل الانتقام الأخروي والعياذ بالله تعالى هاتان الفئتان ترجعان طبعا الآية القرآنية التي قرأناها أيضا تدل على أن من الذين انتقم منهم في الدنيا الأمم التي نزل العذاب عليهم في الدنيا هؤلاء لا يرجعون إلى الدنيا لأنهم انتقم منهم وحرام حرام يعني ما نعم حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون هؤلاء لا يرجعون الفئة التي انتقم منها في الدنيا الأمم التي انتقم منها في الدنيا لا ترجع انتقم منها الأمم المجرمة التي انتقم منها خلص حصل الانتقام في الآخرة يعاقبون ويعذبون فالذي يرجع المؤمن الممحض الإيمان والكافر الممحض الكفر هذا لكي يتنعم وذلك لكي ينتقم منه ولكن من هو أول من يرجع سؤال أجاب عليه الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال صلوات الله وسلامه عليه في جواب هذا السؤال عن أول شخص يرجع إلى الدنيا قال عليه الصلاة والسلام أول من تشق أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي الله صلى الله عليه وسلم وإن الرجعة الإمام صلى الله عليه يقول وإن الرجعة ليست بعامة بل هي خاصة لا يرجع إلا من محض الإيمان محضاً أو محض الشرك محضاً لعل الكلمة محض الإيمان محضاً محض الشرك محضاً المعنى نفسه المعنى الذي محض الإيمان أو محض الإيمان والذي محض الشرك أو محض الشرك وهناك في الروايات الشريفة أسماء أيضاً طبعاً هذه قاعدة عامة الآية المباركة واضحة أنه كل الأنبياء يرجعون كل الأنبياء طبعاً ممن محض الإيمان محضاً واضح كل شخص في أي عصر كان ممن محض الإيمان محضاً يرجع هناك أسماء أيضاً ذكر سلمان اسمه مذكور في الرواية الشريفة أنه يرجع المقداد مذكور أبو دجان مذكور حمران بن ععين مذكور ميسر بن عبد العزيز مذكور ميسر بن عبد العزيز كان بطلاً من أصحاب الإمامين الباقر والصادق صلى الله عليهما وكان يصارح ويجاهر بالرجعة ودفع ضريبة عن هذا الجهار في قضية الرجعة أوذي هذه أسماء ذكرت طبعاً أسماء ثانية أيضاً حتى بعض الأنبياء ذكروا أنه يرجعون بصورة خاصة ولكن القاعدة العامة من محض الإيمان محضاً ومن محض الشرك محضاً من محض الإيمان محضاً يرجع لكذية نعم يأخذ أجره الدنيوي قبل الأجر الأخروي وذلك البعيد عنكم الذي محض الكفرة محض الشركة في بعض الرواية الشريفة محضاً يرجع لينتقم منه في الدنيا النقطة الخامسة قلنا أن الرجعة تكون بعد الظهور الشريف الإمام أرواح العالمين له الفداء يبسط العدالة بعد الإمام من يحكم في الرجعة من يتمكن من بسط العدالة من يتمكن من إبقاء العدالة مبسوطة على الأرض كلها الذي يحكم في الرجعة هم محمد وآل محمد كل واحد منهم يأتي ويحكم فترات طويلة كم هي في الرواية الشريفة أن النبي صلى الله عليه وآله طبعا الترتيب كيف لا أعلم الآن لا أتذكر في الرواية الشريفة ذكرت ترتيب بينهم أول من يرجع هو سيد الشهداء صلى الله عليه كما صرحت الرواية الشريفة كم يبقى كل واحد منهم يحكم بعضهم مذكور إذكر أن النبي صلى الله عليه عليه وآله في الرواية الشريفة يحكم خمسين ألف سنة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يحكم أربع وأربعين ألف سنة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال إن أول من يرجع الراوي من أهل الكوفة قريب من كربلاء ولذا الإمام عبر عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بأنه جارهم قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إن أول من يرجع لجاركم الحسين عليه الصلاة والسلام فيملك حتى تقع حاجباه على عينيه من الكبر آلاف السنوات يحكمون كل واحد منهم يحكم الرجعة جدا جميلة جواب السؤال هل يستحق أنني لأجل هذه الدنيا ما عندي خلق إيه الواجب؟ أعمل به إيه الحرام؟ أتركه خلق أكثر ما عندي لماذا؟ لأني أريد أن أعيش ستين سنة سبعين سنة خمسين سنة حياة هني أولا توجد هنا في الدنيا في هذه الحياة في المقابل ماذا؟ إذا أتحمل لأجل ديني لأجل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إذا أكون ممن محظ الإيمان محظا سأرجع إلى الدنيا مرة ثانية أعيش آلاف السنوات أليست هذه خسارة لأجل هذه الفترة القصيرة؟ لا إن شاء الله كلنا من أهل الجنة ببركة شفاعة أهل البيت لا شيء الذي يموت على ولايتهم يشفعون له ولكن لا أريد أن أتحمل شيئا قليلا تحمل ستين سنة سبعين سنة مائة سنة ليس أكثر عادة ستعيش سترجع وتعيش آلاف السنوات تلك الحياة الهنيئة الحياة التي تكون ببسط العدالة على وجه الكرة الأرضية حياة الدنيا الهنيئة في تلك الفترة ونرى في أقاربنا في من حولنا بعض الناس قمة في الإيمان لماذا هو تمكن أنا لا أتمكن؟ كما أنه تمكن تحمل طبعا ليس سهلا تحمل بعض الصعوبات صار في القمة أنا أيضا أتحمل هذه من الفوارق الدنيوية وكم هذا الفارق عظيم أختم كلامي بحديثين شريفين كما قلت موضوع الرجع موضوع شيء جدا وهناك معلومات كثيرة في الروايات الشريفة والآيات القرآنية التي تحدثت عن الرجع ولكن كشيء مختصر موجز أنقل لكم روايتين شريفتين وأخدم بهما حديثي في تفسير قوله تعالى هذه الآية المباركة التي بدأنا به الحديث وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أقررتم أقررتم قالوا أقررنا قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية لتؤمنن به ولتنصرنه قال الإمام عليه الصلاة والسلام لَيُؤْمِننَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الأنبياء هذا مأخوذ عليهم عهد مأخوذ لَيُؤْمِننَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَيْنْصُرُنَّ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صلوات الله عليه وعليه اللهم أسأل على محمد ومحمد قلت ولينصرنه أمير المؤمنين الآية تقول لَيُؤْمِننَّ بِهِ وَلَيْنْصُرُنَّهِ النَّبِي صلى الله عليه وعليه واضح الجواب أمير المؤمنين هو نفس رسول الله الذي يقاتل بين يدي أمير المؤمنين كأنه قاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعليه قلت ولينصرن أمير المؤمنين قال عليه الصلاة والسلام نعم والله من لدن آدم فهل مجر فَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا وَلَا رَسُولًا إِلَّا رَدَّ جَمِيعُهُمْ كَفَى بَعْلِيًّا تريد أن تذكر مفاخر أمير المؤمنين كثيرة ولكن الأمام يذكر شيئين كَفَى بَعْلِيًّا صلى الله عليه أن يقاتل أهل الكرة يعني الرجعة من يقاتلهم لعلي في وقت آخر أقرأ لكم بعض الرواية الشريفة أمير المؤمن يقاتل والأنبياء بين يديه يقاتلون أجمل يكفي بأمير المؤمن أنه يرجع ويكون هو القائد في الكرة في الرجعة ما هي قيمة الدنيا التي مضت الدنيا قيمتها ذلك الوقت كفى بَعْلِيٍّ صلى الله عليه أن يقاتل أهل الكرة وشيء آخر ويزوج أهل الجنة التزويج في الجنة بيد أمير المؤمنين في الجنة أي مؤمن من أي ملة من الملل السابق قبل الإسلام المؤمنين منهم والمؤمنين بعد الإسلام التزويج في الجنة بيد أمير المؤمنين لا تحصل على زوجة في الجنة والمرأة لا تحصل على زوجة في الجنة إلا بإذن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كفى بعلي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل أهل الكرة ويزوج أهل الجنة اللهم إن حال بيننا وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم اجعلنا من خلص شيعة أمير المؤمنين اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا رزقنا خدمتهم في الدنيا زيارتهم في الدنيا اتباعهم في الدنيا جلب رضايتهم في الدنيا وشفاعتهم في الدنيا والآخر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة